يقول لا احنا نجي يمك نشرب شاي وبعدين نشوف يعني هذا مفاوضات بين المعارضة والسلطة اللي شرب الشاي احنا دائما نشوف انه السلطة يريد يجتمع بيك يأخذ الصورة وينشرها بالميديا والسوشيال ميديا يقولها قعدنا ويا الشاسور والجيل الجديد وهذا هو يعني قصدي مدى نحز انه اكونية جدية من قبلهم بالإصعاني دائما بالإعلام وحسا من برنامج من خلال برنامج جنابك عندي رسالة للإخوان بالاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ونفس الشيء لجميع القوات السياسية بالبغداد اذا شفنا الورقة فعلية اكون نقاط اولا ثانيا ثالثا وهكذا نقاط جدية يقدر يناقشها تخص الإصلاح محاربة الفساد تقوية المؤسسات تقليل من القوات المسلحة الحزبية والميليشيات وتقوية قوات الوطنية وبناء الاقتصاد وترك الحزب اخراج يد الحزب من الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلد وفتح الباب للمواطنين للمستثمرين لأشخاص عادين اللي هم بعيدين أنا الأحزاب السياسية اعطاء الفرص المتساوية لكل فنحن طبعا يكون بابنا مفتوحة ونحاور وبعد القاعدة والمحادثات نعلم للمواطن انه احنا واستاذ نجمو احنا قضية ويا اللي تقعدوا اياها قررنا واتفقنا على فلان شيء وعند مدة زمنية اذا صار اذا ما صار لكن استاذ شهر بس لحد الآن ما شفنا هال يقول لا احنا نجي يمك نشوف شاي وبعدين نشوف يعني هذا مفاوضات بين المعارضة والسلطة للشرب الشاي يعني قد تكون زيارة استكشافية زيارة استطلاعية زيارة التوفيق في الآراء هذا من باب من باب آخر كل الذي أنت ذكرته هو مطالب شعب ومطالب حقيقية أنت ممكن أن تحصل على جزء منه كمرحلة أولى يلا يمكن أن يتحقق هذا كله بجلسة وبلقاء وباجتماع اكيد احنا راضين بالعشب المياه إذا شفنا يكون نية من قبل السلطة من العشرة بالمية عشرة بالمية كخطوة أولية ليش لا وبعدين الخطوة الثانية بعد عشرة وخطوة ثالثة بعد عشرة بس على عقد خلال أربع سنين أو ثمانة سنين المقبلة إن شاء الله إذا نعرف أنه يكون نية نشوف البلد أحسن يتقدم أحسن يكون أكوة إصلاحات ليش لا بس صدقني لحد الآن صدقني أستاذ نجم لحد الآن اللي تشوفه هو بس يريد إنه قبل انتخابات دي جي باقي يجتمع وياك وما يعطيك شي خوف شي مؤلي قصده يعني للناس